أما عن التهنئة بالعام الميلادي الجديد فتلك بدعة ليست في ديننا ليست في ديننا التهنئة بالعام الميلادي الجديد بل وليس في ديننا التهنئة بالعام الهجري أيضا وأما هنا في العام الميلادي الجديد أنه أصبح عيدا للكفار فليس لنا أن نشاركهم فيه ولا في صفة من صفاته ولا فال من أفعاله مع إقرارنا بحبنا للمسيح عيسى على أنه عبد لله ورسول من عند الله ليس ربا ليس إلها ليس ثالثة ثلاثة فعيسى عليه السلام عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أمه مريم عليه السلام صديقة كريمة عفيفة فاضلة قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون فعيسى عليه السلام عبد لله ورسول لله ليس برب ولا إله ولا ثالثة ثلاثة نبرأ إلى الله من هذه الأقوال الله قال في كتابه الكريم ونحن بكتاب الله مقرون إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقاه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين الآيات آمنا بالله آمنا برسول الله أقررنا لعيسى عليه السلام بأنه عبد لله ورسول إنه إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل فالتهاني بالأعياد الميلادية بين المسلمين لا تجوز ولا أعلم لها مستندا إنما يهنئ النصارى بعضهم بعضا ليس لنا نحن في ذلك من شيء وكذلك ما أطلق عليه عيد القيامة المجيد ليس لنا نحن المسلمين هذا أبدا بل إننا نكفر بهذا القول الذي قال إن عيسى صلب فعيسى عليه السلام لم يصلب قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منهما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا